اطلع سعدة السيد علي عبدالله العرادي النايب الاول رئيس مجلس النواب رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد خلال اجتماع تشاوري عقد اليوم اطلع السادة النواب على تصور ورؤية الوفد النيابي بشأن مشروعي قانوني التقاعد وقد تم التطرق الى الصياغات التشرعية لمواد قانوني التقاعد مشيرا بان الجميع يعمل بكل حرص ومسؤولية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وبما يحقق الحفاظ على الصناديق التقاعدية ويضمن ديمومة عملها وقدرتها على الايثاء بالتزاماتها وتطوير عملها واصلاح النظام التقاعدي هذا وقد تقدم الوفد النيابي بتعديلات ورؤية جديدة تشترط رقابة ديوان الرقابة المالية والادارية على قرارات وتوصيات مجلس ادارة الهيئة العامة لتأمين الاجتماعي كما فرضت التعديلات المقترحة من الوفد النيابي ألية مباشرة للرقابة النيابية على توصيات وقرارات مجلس ادارة الهيئة من خلال رقابة المجلس المنتخب على الوزير المسؤول وقد تم الاتفاق في الاجتماع على بحث التعديلات المقترحة وفق الرؤية الجديدة من قبل أعضاء المجلس النيابي على أن يتم مناقشتها واستعراض المرئيات بشأنها خلال اجتماع لاحق ويتم الاستعانة برأي الخبير الاكتواري في التعديلات المقترحة